سامي إبراهيم علي رجل انتشر تقرير لنا معه من نافذة كما يدعي وزير الرأي قديما هذا الرجل ذكر معلومة غريبة تبناها أحد البرامج التلفزيونية بطرح قيل إنه استقصائي هنا تضعت الحقيقة أكثر إنه عند راتب شهري 2200 دولار سن بشهر هنا رودنا سؤال واحد ما صحة ما تم تبنيه ولماذا ذكرت هكذا معلومة معلومة دفعتنا للقاء الحاج سامي لمعرفة كيف يمكنه أن يتقاضى خمسة ملايين دينار كما طرح وهنا كانت الصدمة أنا سامي إبراهيم علي من السجناء السياسيين هاي هويتي أستلم بالشهر مليون وربع ما أستلم غيره وهاي هويتي مال الاستلام والتهمة اللي هم قالوا يعني يقول أستلم كذا وهاي خمس ملايين بالشهر أنا ما أستلم هانا راتب أستلم بس راتب مال سجناء مليون وربع ما أستلم غيره يعني أنت ما عندك راتب تقاعد ما عندي راتب تقاعد أبدا كل راتب تقاعد ما عندي أهل هذا الجسم الفضائي اللي جاءوا طوني خمسين ألف وقالوا نصورك وخاطر نطيك تحصل الشيء لهذا الأموال ما لتك ترجع يعني أنت القوياك يطول خمسين ألف حتى تصوروا إياهم وتحسينهم ليغدوا أي وللحصول على موقف رسمي ولتأكيد إضافي فيما لو يستند ما طرح حول الخمسة ملايين إلى أي نسبة من الحقيقة توجهنا إلى مؤسسة السجناء السياسيين وكانت جواب كالتالي يعني ما عندنا صعبة أنه يطلع خمس ملايين ما عندنا مستحيل أنه عندنا متقاعد سجين سياسي يأخذ هاتي مبلغ طيب معلوماتكم حاول هذا الشخص سامي إبراهيم علي والله يعني شفنا الأرشيف مع المؤسسة سامي إبراهيم علي عباس آلوتوت شفنا اسمه هو سجين سياسي حسب المادة 175 وطبعا هذه المادة هو تنظيم مصادق علي بالمديرة سجناء الكرخ اللي هي بالوجبة الرابعة مليونين ونص مليون ونص شوية أكثر من مليون ونص كل شهرين هذا سامي إبراهيم علي نعم المعلومات التي كشفت من قبل الحاج سامي ومؤسسة السجناء على حد تعبيرهم دفعتنا للغوص في تفاصيل أكثر بحياة هذا الرجل وعائلته اتصل الحاج سامي بزوجته سلام عليكم وهنا انتهزنا الفرصة ونقلنا لها أحد أبرز الأسئلة التي أثيرت حولهم من قبل الناس مع صحة إغرائك من قبل أبو داود بأمواله وإرغامك على الطلاق من زوجك السابق للزواج به ولكم الجواب اسمينا حبيب حموط وأنا زوجك أبو داود أمواله أبو داود غراني من الفلوس وخذني من حده شذب وهما هو التفطين ويغبنا بس هو كان رجل قبل كان هو زوجي صحيح بس لأبو داود غراني من الفلوس وخذني من حده هاي التفاطيل اتفاقي ويغي منه تفقيني بقنات في نشواتهم هذا الحج شين الغاي معرف غايتهم شينهم معرف بس مع الأبو داود غراني من الفلوس وخذني قاعد زوجها التفقوية هي الجماعة كلهم اللي هذا الدلال وربعة وكلهم التفقوا ضدي بهذا الشي يعني هم ماكو يشيحة شي ماكو يشيحة شي هذا كله أكذوبة رتبوها علي ايه وقال لولي يقول تكلم هتشي وهتشي وبحسب الحاج سامي وبتأكيد من أهالي المنطقة فإنما أشيع حول امتلاكه عقارا سكنية في منطقة العلاوي عار عن الصحة وهو يسكن بخريبة إيجارها مئتا ألف دينار المعلومات التي طرحت في هذا التقرير خلقت ضرورة ملحة لمحاسبة أي كوادر إعلامية من قبل هيئة الإعلام والاتصالات تقوم بتزيف الحقائق ليبقى التساؤل مطروحا هل تزيف الحقائق على حساب المواطن يخدم مصالح معينة أم إنه استجداء لمشاعر الناس نطرح التساؤلات ولكم الإجابة من بغداد بدر الركابي بلاد الفضائية